ازايكم؟ النهاردة نتكلم عن اقوى موبايل شركة شاومي اعلنت عنه في سنة 2022 وموبايل شاومي 12 اس ألترا والحقيقة يعني الموبايل فعلا جامد انا مش شايف في اي عيوب خالص ركز بقى معي كويس عشان تعرف كل الحاجة فيه بالمواصفات والساعد يلا بنا نبدأ اول حاجة خميات التصنيع الظهر بتاع وهيجي مصنوع من ايكوليزر مع فريم ميلي الالمونيوم وبدعم تركيب شراحة نوته صال مع دعم شباكات 5 جي وبالنسبة لصوته الخارجي فالصوت انا بيجي استيريو بقوة 24 بيت واستغنى عن مدخل 3.5 وبيجي معمارية اي بي 68 يعني يقدر يعود تحت المياه لعمق متر ونص لمدة نصف ساعة اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع التي بي او تو اموليد بمساحة ستة وسبعة بين عشرة بوصة مع نسبة استحواز تسعة وتمانين ونصف في المية وبدكة 1440 في 3200 بيكسل وبكسافة بيكسلات خمسمية واحد وعشرين بيكسل كل بوصة وبيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو المية وعشرين هيرتز وبيجي عليها طبقة حماية من نوع جوريلا غلاس فاكتوس وقوة الوضاء بتاعتها بتوصل لألف وخمسمائة شمعة وفوق كل دوت طبعا البصمة اكيد تحت الشاشة ديت كل حاجة عن الشاشة والهيكل وانا مش شايف فيها اي نقطة عيب اقدر اسقرها فيهم مش شايف فيها عيوبه نهائيا اما بقى بالنسبة للريام والزاقرة فالموبايل هنا بيجيب 3 نسخ الاولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 11 جيجا رام والتالتة 511 جيجا مع 11 جيجا رام من نوع وللأسف مش بدعم تركيب موم ريكارد او يعني بلاش للأسف اقل مساحة عندك 256 جيجا وبنسبة للسوفت ويرو المعالج فالموبايل هنا بيجي بصم تشغيل اندروت 12 مع وجهة 13 مع معالج سناب دراجون ايت باللص الجيلي الاول بمعمارية اربعة نانو وبتردد تلاتة واتنين من عشر جيجا هيرتز مع معالج رسومي ادرينو سبعمائة وتلاتين وبنسبة ليعني اداة المعالج ده فده معالج كويس جدا انت عارف ان هو اقوى معالج موجود في موبايل اندرويد في سنة 2022 يعني مش هتلاقي اي موبايل اندرويد اقوى من الموبايل دوت من ناحية الاداء ضرب من جوع العاب وكل حاجة على اعلى عددات من غير اي سخونة ولا اي تهنيج ولا اي حاجة وبنسبة للكاميرات فالموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفية الاولى بدقة خمسين وتلاتة من عشر بفتحة عدسة وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة تمانية واربعين بفتحة عدسة ودية كاميرا وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التالتة بدقة تمانية واربعين بفتحة عدسة ودية كاميرا وبتدعم كمان تقنية الدول بيكسل وكاميرا الرابعة هي كاميرا للعمق وبيجي معهم في اللي اشترد ومزدوج وبيدعمه تقنية الباندراما والاتش دي ار ويقدر يصور فيديو بدقة اي كي بسرعة اربعة وعشرين فريم وبدقة فور كي بسرعة ستين فريم اما بقى بالنسبة الكاميرا الامامية فبتجي بدقة اتنين وتلاتين ميجا بيكسل بفتحة عدسة وبتدعم تقنية الباندراما والاتش دي ار وتقدر تصور فيديو بدقة فور كي والايت كي اللي فيها لسه مش اكيد وبالنسبة لي ادى الكاميرات دي فكل الارقام وتقنيات الجوة الكاميرات بتوضح لك ان اداء هيكون عامل ازاي فبنقدرش نحكم عليها بس انا كتوقع قبل ما نمسك الموبال في ادينا او اي يوتيوبر سعر بيمسكه الكاميرات اداء هيكون جامد اما بقى بالنسبة لبقى تقنيات فالموبال هنا بيجا مع الواي فاي من فيرجل سكس اي والبيليتوس والاصدار 5.2 ومعهم كمان الجي بي اس وتقنية الف سي والاي ار بس مفيش راديوم وبالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة اربعة تلاف توممية وستين ميلي امبير وبتدعم الشحن السريع بكوة سبعة وستين واط مع شاحن من نوع طيب سي يعني تشحن البطارية من صفر المائة في المية في حوالي اربعين دقيقة بس والشحن اللاسلكي بكدرة 50 واط يعني تشحي البطارية في ساعة واحدة بس والشحن العكسي بكدرة 10 واط وطبعا حجب البطارية سرعة الشحن الاثنين ممتازين وبنسبة للالوان فبيجي بلون الاسود والاخضر الغامق وبنسبة لسعر الموبايل فالموبال دوت اتعلن عنه بسعر 1000 دولار هنا حوالي 18885 جنيه مصري و3752 ريال سعودي و10000 درهم مغربي و710 دينار اردني و3065 دينار طنوسي و146000 دينار جزائري ومليون ربعمية وخمسين الف دينار عراقي وبس كده كده انا خلصت وجزب الرائع في الموبايل فانا شايف ان هو موبايل جبار جدا ومش شايف فيه اي عيوج جهائيا ده يعني لحد ما اي حد يجربه بس كاميكانيات موبايل جامد او اي النعم عملنا فيديو تسريبات عنه قبل كده وكانت يعني تسريبات دقيقة بالنسبة 90% بس كان السعر كان ارخص من كده الصراحة فكانت توقع السعر جلط وبس كده كده انا خلصت وطبعا ده بجا اكتعت في التعليقاتي همني وسلام اشتركوا في القناة